السلام عليكم واشراك جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لابنائي وبناتي طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا وفي بيتنا مدرسة موضوح حلقتنا اليوم عن مادة اجهزة القياس بس قبل ما نبدأ حلقتنا حب الاول اقول لكم كل سنة وانتو طيبين بمناسبة السنة الجديدة 20-22 وان شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا نبدأ بقى حلقتنا النهاردة النهاردة حلقة مراجعي سنة اولى احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت شرح لجميع اجهزة القياس اللي احنا درسناها خلال الترم الاول لو فيه اي حد نقص معلومة او فيه معدة او اداء من ادوات القياس مش فاهمها ممكن يرجع لقناتنا على اليوتيوب ويراجع الحلقات ويشوف الشرح مرة تانية هنبدأ حلقتنا النهاردة بمراجعة لبعض اجهزة القياس اللي احنا ما كملناش شرحها في الحلقة اللي فاتت هنعمل اسئلة كده بسيطة من خلالها هنقدر نفهم ايه هي ادوات القياس دي نشوف مع بعض كده دي بعض ادوات القياس اللي موجودة اللي احنا درسناها زي المتر وزي المصطرة اللي هي المفصلية وزي الشريط ده او الادم زات الورانية والمساطر الصلب دي بعض الادوات اللي احنا درسناها هنبدأ كده اول سؤال في مراجعة النهاردة مع بعض اشرح منقلة القياس بعدسة التجبير ايه هي منقلة القياس اللي بعدسة التجبير احنا خدنا منقلة القياس اللي هي اللي احنا قسنا بيها وشوفنا في الحلقة اللي قبل كده ازاي بنقيس عليها وبعد كده شوفنا ادية اسمها الزاوية العامة كاستيلا ودي عرفنا ازاي احنا ممكن نمسكها ونبدأ نحط التمرين ونبدأ نقوم بعملية القياس السليمة عليها عن طريق الفك السابت بظبط الشغلة وبعد كده الفك المتحرك او الصاق المتحركة هي اللي بتتحرك بزاوية معينة حسب ايه سانا اولى برافو عليكم حسب زاوية التمرين وببدأ اقيس بيها بتقسلي بايه بتقسلي بالدرجات والدقايق ودي طبعا بتكون ادق طب السؤال بيقول لي ايه بيقول لي اشرح منقلت القياس اللي فيها عدسة التجبير نشوف كده مع بعض الشرح تتم القراءة عليها بوسطة عدسة عينية يعني في عدسة عينية بتكون موجودة ليه علشان تظهر لي قيمة الورانية او قيمة قراءة الورانية لانها سانا اولى بتكون بارقام او اعداد زغيرة جدا لازهار قيمة الزاوية المقاصة من خلال التجبير بتقبر لي الحروف او بتقبر لي الارقام اللي موجودة الذي يبلغ 30 ضعف ويمكن قراءة زاوية حتى 5 درجات يعني بتقبر لي الصورة لحد 30 ضعف اللي موجودة على منقلة القياس دي كده شكل لي منقلة القياس شايفين يا سانا اقولها دي كده العدسة المكبرة ودي كده الصاق المتحركة اللي ممكن احركها بحط التمرين هنا كده وبعد كده بحرك الصاق دي حسب زاوية التمرين وهنا دي اللي هي الصاق السبتة ودي المنقلة او جسم المنقلة المقسمة ل360 درج ودي عدسة المكبرة او العدسة العينية اللي بتقبر لي 30 ضعف الرقم اللي موجود السؤال التاني كيفية اختبار المنقلة ازاي اجيب المنقلة وابدأ ان انا اختبرها او اشوفها قياسة سليم ولا لأ بستخدم ظهرة الاستواء وقد الارتفاعات ومبين القياس زي ما احنا قلنا مبين القياس مهم جدا انه هو بقدر عن طريقه اختبر ادوات القياس بعمل ايه بقى بزبط السفر على القراءة بتاعة المنقلة على خط السفر وبيخد القراءة من على المبين لو انا زبط ولقيت المؤشر بتاع مبين القياس بيتحرك معايا يبقى كده السفر بتاع المنقلة مش مزبوط طب لو لقيت المؤشر بتاع المبين ما بيتحركش يبقى معنى كده ان ايه ان الدقة او القياس او الادمة او المنقلة بتاعتي بتكون مظبوطة يسعنا قولة يبقى بيتم اختبار المنقلة عن طريق مبين القياس لان ده ممكن يجيلي في اكمل هيقول لي كده بالنص يتم اختبار المنقلة عن طريق بين قسين مبين القياس نكمل نشوف السؤال التاني مع بعض خطوات استعمال المنقلة ازاي اقدر بقى امسك المنقلة وابدأ ان انا استخدمها وايز بيها الزوايا بالدرجات على التمرين نشوفوا مع بعض باول حاجة بس نتصاق القياس واحنا شوفنا ده عملي في الحلقة اللي فاتت ممكن نرجع لها بس نتصاق القياس السبتة على اي سطح من السطوح او اي سطح من زوايا التمرين وبعمل ايه وببدأ احرق الصاق المتحركة اللي هي موجودة لحد ما تستقر على السطح التاني او الزاوية اللي انا عايز ايسها او المطلوب ايسها بعد كده بسبت وضع الفك المتحرك بمفاتيح التسبيت يعني بعد ما بخلص اروح مسك التمرين ابدأ اعمل ايه امسك التمرين في عندي فكين في فك سابت وفك متحرك بصبت زاوية التمرين بين الفكين دول او بين الصاقين الصاق السابت والصاق المتحرك وبعد كده لازم اعمل ايه سنقولة لازم اربط المسمار بتاع الامان اللي احنا قلنا عليه لازم اربطه ليه علشان لما شيل التمرين وامسك المنقلة عشان اقس بيها الاقي الزاوية بتاعتي سليمة دي بالنسبة لمنقلة القياس دي المنقلة العادية طب لو دي الزاوية كستيلة لو المنقلة العادية احنا عارفين ان المنقلة بتكون مقسمة من صفر لتسعين ومن صفر لتسعين يعني 180 درجة وبيكون فيها ساق للقياس بزبط التمرين على ساق القياس وبعد كده بربط المسمار وابدأ اخد القراءة من على المنقلة نكمل مع بعض السؤال اللي بعد كده كيفية المحافظة على منقلة القياس ازاي اقدر احافظ على منقلة القياس علشان تديني قياس سليم اول حاجة نظافة الاجزاء المنزلقة من الرائش والاتريبة مهم جدا يا سنقولة وانا بستخدم ادوات القياس ان انا نضافها كويس جدا من اي رائش موجود يجب تغيير الزراع الزراع المتحرك اللي عندي اذا حدث بيه تآكل لو لقيت فيه تآكل او تلف فيه لازم اغيره لان مش هيديني يا سليم توضع على قاعدة لينة اثناء القياس واحفظها في علبتها وتشحبها يبقى اهم حاجة من المحافظة على اي اداء من ادوات القياس يا سنقولة سواء المنقلة الادمة الميكروميت اول حاجة ان انا بعد ما بخلص الشغل بتاعي او اخلص التمرين اللي انا بعمله في الورشة او في المعمل امسك اداة القياس وابدأ ان انا نضافها كويس جدا من الرايش او الاتربة اللي بتكون موجودة عليها وبعد كده لو بتتشحم اشحمها وابدأ احطها في الجراب الخاص بيها وابدأ احفظها ايه كمان ان انا ممسكش الاداة وانا بقيس او بعد ما بخلص وابدأ ان انا ارميها على التسجن لا ما ينفعش لازم احافظ على ادوات القياس لان ادوات القياس ايه زاتة ضقة عالية جدا يا سنقولة فعلشان تديني قراءة سليمة لازم ان انا احافظ عليها نشوف السؤال اللي بعد كده مع بعض ما هي انواع اللوالب القياسية يعني ايه لو لب قياس يا سنقولة خلينا متفقين ان احنا لما بنشتغل على اي مكانة بيكون فيها ايه مع بعض اي مكانة موجودة عندي الاجزاء بتاعتها بتكون مجمعة زي ايه زي مثلا المنجلة اللي انا بربطها على التسجن واشتغل بيها المنجلة دي لما بمسك اليد بتاعتها وابدأ ادورها كده اللي بيحصل متتحرك عليها طب ده كده مش متجمع مع بعضه لو انا عايز اجمع مسمار وابدأ اركب عليه صمولة او عايز اركب اجزاء للمكينات بيتم عن طريق ايه لبا او عملية اسمها لو لبا او الوازة عبارة عن ايه لو انا هعمل الوازة خارجية لو مثلا عايز اعمل مسمار هعمله عن طريق لقم الالواز بربط المسمار او الشكل اي شكل استواني وابدأ بلقم الالواز اربطها واختار المقاس المناسب وابدأ اعمل عملية الالوازة طب لو عايز بقى اعمل للصمولة الوازة عشان اركبها على المسمار هعمل حاجة اسمها الوازة أو عملية اسمها ألوازة داخلية بتتم عن طريق زكر الألواز طيب يا ميس احنا هنعمل الألوازة دي كده من غير مأسات لأ طبعا ده في مأسات متفق عليها دوليا الأول يا سنقوله من زمان كده كان فيه لما جوم يعملوا اللوالب أو الألواز كانت كل بلد بتعمل بمقياس لوحدها بلد تحدد خمسة بلد تحدد ستة كل مكان بيحدد القيمة المقاصة اللي هو عايزها طبعا ده ما بيوفر ليش طبعا بيضيع كتير من الوقت والجهد وكمان لو أنا عايزة أستورد أو أن أصدر قطعة من المكينة هتبقى صعب جدا لأن المأسات اللي موجودة هنا مش داي اللي موجودة هناك فعملوا ايه؟ عملوا حاجة اسمها احنا تكلمنا عنها قبل كده أن هم يوحدوا القياسات زي ما احنا قلنا في وحدات القياس في المتر والطول أو المتر والكتلة والزمن وحدوا القياس يبقى الزمن بالثانية في القاهرة الزمن بالثانية في أمريكا الزمن بالثانية في ألمانيا في كل الأماكن الزمن بيقاص بالثانية في كل الأماكن طب عملوا ايه بقى؟ قالك احنا لازم نوحد اللوالب دي أو قوانين اللوالب دي علشان لما يجي أن أنا أحتاج قطعة أو أحتاج أداء عشان أركبها في مكنة لازم تكون مأسها قياسي وموصفات عالمية فهيئة الايزو عملت ايه؟ عملت اللي هو اللوالب المترية وقالت أن اللوالب ده هيتحدد بمقاسات وينزله جدول عن طريقها أنا بشوف مثلا أنا عايز كتر شكل استواني عشرين ببدأ أبص في الجدول بشوف الشكل العشرين ده أو التمرين اللي أنا هعمله كتر عشرين ده يديني الخطوة بتاعة الألواز قد ايه؟ هحتاج كم سنة للألواز هحتاج ايه؟ عشان أعمل بيه؟ يا طرح هعمله على المخرطة ولا هعمله بأدوات الألواز اللي هي اليدوية كل ده اتفاقات عملوها علشان يسهلولي العمل من أنواع بقى الألوازة أو اللولبة دي مشوف كده مع بعض اللولب المتري وده للمواصفات القياسية الألمانية وبعد كده استبدلوه باللولب المتري زي ما احنا قلنا الايزو علشان يكون موحد القياسات وده شكل كده لللولب المتري زي ما احنا شايفين مسلس أو الأسنان بتاعته مسلسة وزي ما احنا شايفين يسا نقول الزاوية بتاعته كام؟ ستين درجة خلاص وما كده وحده الزاوية يعني الزاوية بتاعت اللولب المتري دي فأي مكان بأي تصنيع هنلاقيها ستين درجة وده لولب ايزو المتري الدقيق اللي موجود هنا ده النوع التاني من أنواع اللوالب لولب ويتروس وده بيديني أبعاده بالبوصة ده مش بالمليمتر المتري بيديني بالمليمتر إنما لولب ويتروس الأبعاد بتاعته بتكون بالبوصة طبعا ده أدق شوية بعد كده لولب شبه منحرف ولولب كتفي ولولب مستدير وطبعا الأشكال دي كلها بتختلف حسب زاوية السن في أشكالها من حيث إيه بقى في الشكل يا سنأولى الاستدارة يعني شكل السنة بتاعة الألووز أو التسطحات أو الخلوص يعني المسافات بين الخلوص يعني المسافة بين السنة على الكتر الخارجي وكمان كتر القاع يعني معنى كده إيه؟ إن كل لولب أو كل ألووزة بيكون ليها كترين أساسيين كتر الخارجي وكتر قاع السنة وبيتم حساب الأبعاد للخطوة والكتر الخارجي حسب إيه؟ حسب القانون اللي أنا بحدده تعالوا نشوف مع بعض كده يعني إيه الكتر الخارجي وكتر قاع السنة نبص هنا كده مع بعض نبص هنا يعني أنا دلوقتي يا سنأولى الألووز بتاع بيطلع إزاي؟ لو أنا عامله ألووز مسلس أهو كده وكده كده أهو آه دي الألووز بتاع طيب أنا عايز أنا بقول إيه؟ الكتر الخارجي مسافة بين السنتين دي كده خطوة خ طب الكتر الخارجي اللي هو الكتر ده ده كده الكتر الخارجي طب الكتر الداخلي المسافة اللي هو ده يا سنأولى الكتر الخارجي دي بقى أنا عندي كترين مهمين الكتر الخارجي بتاع اللولب والكتر الداخلي اللي هو إيه؟ دي كده إيه إحنا زي ما إحنا قلنا ده كده قاع ده اسمه قاع ده كده القاع ودي كده السنة بتاعة إيه؟ بتاعة اللاولاب بتاعي يبقى كل لولاب لازم فيه جزئين اساسيين ده اللي هو السنة او القطر بتاع اللاولاب وده كده القاع بتاع السنة بتاعتي يبقى دول اهم جزئين في اللاولاب نشوف مع بعض كده على الشاشة كمان لولاب ويتروس ده الشكل بتاعه وهو شكل دوران نشوف كده على الشاشة هنا اللولاب ويتروس ده اللي هو بشكل دوراني يعني بدل ما احنا عملنا السنة المسلسة دي لأ انا هخليها فيها كده شكل دوراني من فوق والزاوية بتاعته بتكون خمسة وخمسين ده بقى سؤالها يقول لي وضح بالشرح لما يقول لي وضح بالشرح يبقى لازم اشرح كل جزء بيقولهولي او بيطلبه مني سنة أولى وضح بالشرح ايه كيفية تصنيف اللوالب ازاي بقدر اصنف اللولاب واقدر اقول انا هصنف اللولاب ده انا عايز الشكل بتاعه ازاي انا عايز القطر بتاعه ازاي عن طريق ايه هنشوف كده مع بعض عن طريق ايه اول حاجة اسمها الجانبية يعني ايه الجانبية يعني شكل اللولاب او شكل سنة اللولاب لولاب زوء السن المسلسة يبقى معنا كده زي ما احنا لسه رسمين يبقى السن بتاع اللولاب هيكون ايه هيكون مسلس لولب شبه منحرف برضو السن بتاع اللولب او الالووز هيكون على شكل شبه منحرف لولب كتفي او لولب مستدير كل دي من حيث الجانبية يبقى لما يقول لي اشرح تصنيف اللوالب من حيثه الجانبية معناها يا سنقولة يعني شكل ايه شكل او شكل السنة بتاعة اللولب بتاعي سواء مسلسة سواء دائرية شبه منحرف او لولب مستدير ده كده من حيث الجانبية شايفين ده كده اللولبة شبه المنحرفة حتى هنلاقي ان شكل السنة مختلفة سنقولة اللولب المسلس اهو على شكل مسلس مستدير زي ما احنا شايفين السنة بتاعة اللولب من فوق هنلاقيها في استدارة فيها واللولب الكاتفي ده برضو قريب من الشكل شبه المنحرف دي مهمة جدا ان احنا نذكرها ونعرف كل شكل بيترسم الزي لان ممكن يقولي ارسم اللولب شبه المنحرف او الكتفي او المستدير حسب ما يحددلي هو طب احنا صنفناها من حيث الجانبية اللي هي الشكل تصنفها كمان من حيث اتجاه الدوران عند الامساك وانا باجي امسك التمرين بتاعي او امسك الالوازة او التمرين اللي انا مقلوزه في وضع رأسي بنلاقي ان ابواب اللولب اليميني بتصعد لاعلى والعكس في اليساري يعني معنى كده ايه ان في نوعين مهمين من اللوالب النوع اليميني والنوع اليساري طب يعني ايه الكلام ده كده انوضحه مع بعض زي ما احنا شايفين هنا كده يا سنقولة ان اللولب اليميني ده اللي موجود هنا كده ده بيكون في اتجاه عقارب الساعة زي ما احنا شايفين الساعة ما هو في اتجاه عقارب الساعة بيمشي على اليمين زي عقارب الساعة بالزبط طب اليساري بيكون في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى مهم جدا ان انا نعرف ان اللولب اليميني الاسنان بتاعته بتكون في اتجاه عقارب الساعة إنما اليولب اليساري أو الألوازة اليسارية بتكون في اتجاه عكس عقارب الساعة تصنيف بقى اللوالب من حيث الغرض ده هستخدمه في إيه وده هستخدمه في إيه إحنا عرفنا من حيث الشكل إن فيه مستدير وفيه شبه منحرف وفيه كتفي وفيه مثلس واتكلمنا كمان من حيث الشكل أو من حيث الاستدارة اللي هو عكس عقارب الساعة اليميني أو عكس اتجاه عقارب الساعة اللي هو اليساري طب من حيث الدوران بقى او من حيث الغرض انا باستخدمه في ايه يا طرى اللولب اللي انا هجيبه ده او الجزء الاستواني اللي انا عملته عملية الوضع او اللولب عليه انا عايز استخدمه في ايه باستخدمه في حاجتين مهمين يا سنة اولى اول حاجة في حاجة اسمها اللولب التثبيت او لولب التثبيت ده باستخدمه في ايه في الماكينات اللي بتكون ثبتة موجودة عندي ما بتتحركش عايزة ثبت جزئين مع بعض طب لو لو لا بالتحريك بقى النوع التاني زي ايه مثلا زي سنقولة المنجلة المنجلة انا علشان اربط فيها التمرين لازم اعمل ايه لازم امسك اليد بتاعتها وابدأ ادورها حركة دورانية طب الحركة الدورانية دي بتديني حركة ايه سنقولة برافو عليكم الحركة الدورانية بتديني حركة مستقيمة بتفتح لي فكين المنجلة بحركة مستقيمة يبقى علشان ابدأ اعمل اوفتح اليد بتاعت المنجلة علشان احط فيها التمرين في المنجلة لازم يكون مقلوزة يبقى انا كده عرفت ان اليد بتاعت المنجلة اللي موجودة فيها قلووز طب انا قلت كده ايه ده متحرك يبقى ده قلووز متحرك طب لو سابت انا خلاص مسكت مسمار او جزء من مكينة وبدأت ان انا اربط عليها القلووز وسبتها واقول خلاص انا كده مش محتاجة بشوف كده مع بعض تصنيف اللوالب الكلام اللي احنا قلناه هناك فيه نوعين لولا بالتثبيت وزي ما احنا قلنا ده بيستخدم لتثبيت الاجزاء مع بعضها البعض الاجزاء اللي بتتثبت طب النوع التاني لولا بالحركة وده باستخدمه علشان ابدأ احرك الاجزاء وبطبعا زي ما احنا قلنا بيحول لي الحركة الدورانية الى حركة خطية او حركة مستقيمة قلنا زي المنجلة دي كده اشكال للوالب المستديرة واللولب المنشاري يعني الاسنان بتاعته كأنك ناشر كده التمرين وهنا بيقول ان زاوية اللولب المنشاري 30 وزاوية اللولب الشبه المنحرف 30 انا الزاوية بحددة حسب ما انا عايزي سنقول حسب التمرين المطلوب طب تصنيف اللوالب من حيث عدد الابواب احنا تكلمنا ان احنا ممكن نصنفها من حيث الشكل ومن حيث الغرض ومن حيث شكل الاسنان سواء في اتجاع قريب الساعة او عكسها طب من حيث عدد الابواب بفيه لوالب مفردة الابواب يعني الابواب بتاعتها بتكون مفردة ودي اكتر الانواع شيوعا في الاستخدام بتستخدم كتير ولوالب متعددة الابواب وعدد الابواب يعني ايه سنقول اصلا متعددة الابواب عدد الأبواب هي عدد بدايات السنة على اللولب يعني إيه؟ يعني لما باجي أعمل ألووز وأبدأ أعمل كده في الألووز مثلا الخارجي اللي عن طريق لقوں الألووز بيبدأ يعمل إيه؟ بيبدأ أول السنة عندي بياخدها أو بتاخدها لقم الألووز دي بسميها هو إيه؟ الأبواب بتاعة السنة بداية عملية الألووزة هي عدد أبواب السنة أو عدد أبواب اللولب نشوف كده رسمة مع بعض بتوضح الكلام ده زي ما احنا قلنا كده في أبواب مفردة شايفين يا سنقوله الرسمة موضح جدا ازاي اهي سنة الألوازة اهي سنة واحدة بس يبقى دي كده ايه مفردة الأبواب او مفردة الباب طيب هنا كمان بيقولي ايه ان الخطوة الفرق بين السنتين زي ما احنا قلنا بين أعلى او بين قمتين السنون في حاجة عندي اسمها في اللولبة القمة والقا سناء الأبواب احنا اتفقنا ان ده مفرد الأبواب اهو سنة واحدة بس طيب سناء الأبواب اول سنة موجودة عندي اهي وتاني سنة موجودة هي سنة أولى ادي السناء ادي سنة وادي اتنين طيب السلاسي بقى سلاسي الأبواب ادي سنة وادي اتنين ادي تلاتة ده كده من حيث عدد الأبواب يبقى فيه مفرد الأبواب وسناء الأبواب وسلاسي الأبواب عشان السؤال ده ممكن يجيلي اكمل في الامتحان ايه هي انواع اللوالب من حيث عدد الابواب ويعمل لي كده اقواصه او يقول لي جول مفرد الباب سنائي سلاسي الابواب وعرفنا ازاي ان اول سنة دي هي عدد الابواب لو سنة واحدة في الاول يبقى ده كده مفرد طب سنة سنائية يبقى سنائي سلاسية يبقى سلاسي نكمل مع بعض السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي انواع محددات القياس لما انا دلوقتي سنقوله يكون عندي لولب انا بقيس بي او لولب انا عملته او جزء انا عملته عملية الوضع طيب انا عايز دلوقتي احدد قياس للجزء ده او اشوف احدده ازاي هل ممكن امسك الادمة واعمل زي ما انا كنت باعمل في التمرين العادي وابدأ اقيس واشوف القياس بتاعي ايه لأ طبعا القياس مش هيكون زيتا ضقة عالية انا ممكن بس امسك الادمة واعرف الكتر الخارجي كان انما لو عايزة ايس بقى الخطوة عايزة ايس عمك القاع عايزة ايس سنة الالووز انا كل الكلام ده مقدرش اعمله الا بادوات معينة الادوات دي اسمها محددات القياس محددات القياس هي عبارة عن ادوات سبتة في القياس يعني ايه سبتة في القياس يعني كل اداة بيكون مكتوب عليها القياس بتاعها اللي انا باس بيه زي اولب القياس كده ما كنا بنقولها او كنا بنشرحها بنقول ان كل قالب مكتوب عليه القياس بتاعه برضو محددات القياس بتكون سبتة بالقياس بتاعها نشوف مع بعض كده ايه انواعها انواع محددات القياس محددات قياس اللوالب الحلقية ده بعمل بيها ايه لتحديد مقاص اللوالب الخارجية يعني لو عندي لولب خارجي وعايز ايخد مقاسه هستخدم محدد القياس اللوالب الحلقية طب النوع التاني محددات قياس اللوالب السدادية دي بستخدم ايه او بستخدمها في ايه علشان احدد مقاس اللوالب الداخلي دول نوعين من انواع محددات القياس بشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه دي كده محدد قياس اللوالب السدادة اللي احنا قلنا عليه اللي بيستخدم في ايه في قياس اللوالب ايه الداخلية تبدأ بقى محدد قياس لولب حلقي لو انا عايز يا سنقولة اقيس شكل اللولب الخارجي هبدأ ان انا احطه في الجزء ده واشوف القياس بتاعه ايه عفوا ده محدد قياس لوالب زوء استيطانيات يعني ايه؟ يعني مختلف المقاسات فيه اكتر من مقاس علشان اقدر اقيس به انا خلاص عرفت ان الحلقي بيقس ايه؟ ويه كمان السددي بيقس لي ايه؟ السددي بقيس الابعاد او الالوزات الداخلية والحلقي بيقس لي الخارجية انما بقى اللي احنا بتنتكلم عليه اللي هو لولب الاستيطاني ده ده بيقس لي اكتر من مقاس السؤال اللي بعد كده كيف يقاس الكتر الخارجي لللولب احنا اتفقنا ان فيه قياسات دولية وجداول معمولة عن طريقها اقدر اطلع ايه؟ اطلع الخطوة بتاعة سن الالووز او العمق بتاع قاع السنة او الكتر علشان اعرف ده لازم الاولي سنة اولى اعرف ايه هو الكتر الخارجي للتمرين انا عندي شكل استواني عايز اعمل عليه عملية الوزة لازم الاولي احدد الكتر الخارجي ده طيب ازاي باقيسه ازاي باقدر ايسه او ازاي باقدر احدده نشوف مع بعض لقياس الكتر الخارجي لللولب لازم استخدم ماكرومتر دقيق احنا قلنا ان الماكرومتر بيستخدم في قياس الابعاد الخارجية للاشكال الاستوانية اما الكتر المتوسط فممكن اقيسه بماكرومتر الجانبية ده بيختلف عن الماكرومتر العادي في ايه ان هو استبدل اللقم او الفكين السابت والمتحرك بتوع الماكرومتر بفكين تانيين ليهم تجويف التجويف ده بيناسب الخطوة او شكل زوية السن يبقى الفرق بين الماكرومتر العادي وبين الماكرومتر اللي بيقسلي الكتر الخارجي ليه اللوالب ان الماكرومتر العادي للفك السابت والفك المتحرك عاديين مفهومش اي اشكال انما بقى في قياس القطر الخارجي للولب بيكون الفكين بتوع الماكرومتر يا سنقولة السابت والمتحرك ليهم سن مدبب علشان اقضى رئيس بيه الالوز نشوف كده مع بعض ده كده شكل للماكرومتر اهو احنا عندنا هنا كده شكل مقلوز وشايفين هنا سنقولة دول كده اللقمتين او الفكين ده الفك السابت وده الفك المتحرك بتاع الماكرومتر ببدأ اسبته على بختار اي سنة مقاس اختياري انا اللي بختاره وابدأ ان انا اقيس اشوف القطر الخارجي بتاع التمرين او الشكل الاستواني اللي موجود عندي ده هنا اهو ده هنا موضح بشكل عن قريب محدد القياس زوء الاسلاك التلاتة احنا قلنا ان انا ممكن احدد القطر الخارجي عن طريق ايه عن طريق الماكرومتر اللي هو ليه طرفين مدببين طيب ممكن كمان عن طريق ايه عن طريق محدد القياس زوء الاسلاك التلاتة بستخدمه ازاي علشان احصل على قيم اكتر دقة اولاقي القطر بتاعي دقيق جدا عملي حاجة كده اسمها الاسلاك التلاتة جزء اين فيه جزء كده مستطيل موجود فيه سلك طبعا السلك ده بنختاره بقطر معين حسب ايه حسب الالواز اللي عندي وكمان جزء تاني متركب فيه سلكين ايه علشان كده بقول عليه التلاتة اسلاك جزء فيه سلك والجزء التاني فيه سلكين بعمل ايه بمسك الماكرومتر هيا سانا اولى وابدأ احط الجزئين اللي موجودين معايا ده ده الجزء اللي فيه سلك وده الجزء اللي فيه تلات اسلاك وابدأ اننا اجيب التمرين احطه فيه المنتصف كده واربط الماكرومتر عليه وابدأ اقيس ايه هي مواصفات القطر بتاع او القطر الخارجي بتاع الالواز نكمل كده مع بعض باستخدمه عشان احصل على قيم اكتر دقة لانه بيكون دقيق جدا في قياس خطوة اللولب يبقى علشان اقيس خطوة اللولب هستخدم محدد عفوا هستخدم محدد القياس زوء السلاسة اسلاك او هستخدم البرجل والادمة زاية الورانية ممكن استخدم الادمة زاية الورانية لو انا عايز اعرف خطوة اللولب ايه او كمان ممكن استخدم ايه سنقوله ممكن استخدم حاجة عندي اسمها او اداة امشاط اللوالب المشط ده بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن قطقم القطقم دي بتكون مكونة من عدة طبعات بزاوية سن محددة جزء اين جزء من الطبع ده بيقسلي بالبوسة والجزء التاني بيقسلي بالمليمتر ببدأ انا حدد عن طريقه لو التمرين ده عايز اقس بالبوسة هستخدم الامشاط اللي موجودة هنا طب لو عايز اقس بالمليمتر هستخدم الامشاط المشط ده عبارة عن اداة من ادوات القياس المحددات والامشاط وقدود القياس التلات ادوات دول هم عبارة عن ادوات للقياس ثابتة بقياسها يعني كل جزء او كل مشط من الامشاط دي موجود عندي ثابت هو اصلا متصمم يا سنقولة بشكل الالووز اللي موجود فبيقول لي ان الخطوة بتاعت الالووز دي او ان عايز اقس من الالووز ده مثلا عشرين او تلاتين هلاقي مكتوب على المشط من بره ده عشرين او تلاتين طبعا انا هحدد ازاي هحدد المشط ازاي بالنظر كده ولا اقعد بقى امسك الامشاط واقعد اقيس على التمرين لا اول حاجة ببدأ امسك الادمة ذات الورانية وبمسك الكطر اللي موجود عندي واخد قياس اختياري كده مبدأي مثلا لقيت الكطر عشرين هبدأ امسك الطبعة او الطقم بتاع الامشاط ودور على الكطر العشرين فين وابدأ اشوفه هل هو قياس سليم ممكن الادمة يكون فيها تفاوت انما الامشاط بتكون قياس دقيق جدا يا سنقولة يبقى عن طريق ان انا اعرف شكل الالووز او ان انا اقدر اقيسه واحصل على قيم عالية جدا ممكن اختار ايه عشان اقيس الخطوة ابدأ اعمله بالادمة وبالامشاط اللي هي محددة القياس نشوف كده شكلها مع بعض الاول كل طبعة عليها زي ما احنا قلنا مقاس لخطوة معينة سواء بالمليمتر او بالبوصة على حسب القياس اللي انا بقاس به وممكن استخدم طبعات للوالب علشان افحص اللولب او ان انا احدد اي خطأ فيه زي ما انا قلتلكم ان الادمة ممكن تديني خطأ صفري لو مش مظبوطة انما الامشاط بتديني الخطوة او زاوية السن مظبوطة جدا ده كده شكل ليه الامشاط اللي احنا بنقول عليها شايفين اهو الجزء اللي على الشمال او الرسمة على الشمال دي مجموعة من الامشاط هنا كده دي مقسمة او بتقيس بالبوصة والجزء ده بيقسلي بالمليمتر هنا بقى عن قريب هواية السنة اولى هنا بيقول لي ان المشط ده انا كده خط مشط من الامشاط اللي موجودة هنا دي وبدأت ايس بيه يعني هم سميه مشط عشان ايه الاسنان بتاعته زي اسنان المشط اهو بدأ ايس بيه بيقول لي ان القياس ده مكتوب عليه هو يسا انا اقوله اتنين مليمتر القياس بتاع الالووز ده اتنين مليمتر وابدأ ان انا قبيت الاسنان بتاعت المشط في اسنان الالووز لو لقيتها سليمة يبقى القياس سليم دي كمان اهو شكل لانشاط طبعا احنا شايفين لها يعني مقاسات متعددة فيه تمانين فيه ستين فيه عشرين على حسب بيبدأ من بقى مثلا من اتنين وانا ابدأ اطلع القياس او البعد اللي انا اعايزه وهنا كده هو عن قريب قبل ما بقيس بابدأ الاول امسك المشت وقربه على اسنان الالووز هشوف هل هيطلع مظبوط عندي بالقياس السليم ولا لا احنا قلنا ان الادمة ممكن يكون فيها تفاوت وابدأ ان انا اختار القياس السليم بتاعي وابدأ اقوم بعملية القياس كيفية استخدام قياس القطر بطريقة الاسلاك التلاتة احنا قلنا ازاي اول حاجة بابدأ ان انا يوضع بداخل فجوات اللولب شكل اللولب ده من الجانبين بتوعه اول جانب احط فيه الجزء اللي فيه سلك والجانب الاخر احط اللي فيه سلكين وبعد كده من فوق الاسلاك بابدأ اعمل ايه بابدأ اقفل الماكرومتر الماكرومتر القياس الخارجي وزي ما احنا قلنا ده مقاس اختياري انا اللي بختار اي سنة وابدأ ان انا اربط عليها علشان اعرف الكتر الخارجي ده كده شكل اهو ده كده سنقوله الشكل بتاع ده كده السلك الواحد ودول كده السلكين وبعمل ايه بقى اهو زي ما احنا شايفين التمرين هنا كده وده الجزء اللي فيه سلك واحد وده الجزء اللي فيه سلكين بابدأ اعمل ايه بربط بحط الجزء اللي فيه سلك واحد ده الدايرة اللي موجودة هنا دي ببيتها فين ببيتها في الفك المتحرك ليه الماكرومتر وبايت الدايرة التانية دي في الفك السابت للماكرومتر وابدأ اقفل الماكرومتر علشان اشوف القياس بتاعي كان فيما تستخدم قدود القياس الاول احنا قلنا قدود القياس هي عبارة عن ادوات للقياس بتكون ثبتة فيما أستها زي الامشاط زي ما احنا قلنا الامشاط والحدود بتاعت القياس وادوات القياس التلات حاجات دول موجودين عندي انا ببدأ احدد عليهم البعض هو بيجي متحدد جاهز وانا ببدأ استخدمه طب ازاي بقى بستخدم قدود القياس على التمرين قدود القياس هنا بقى مختلفة عن الامشاط في ايه ان هي بيكون جاي القد او الشكل بتاع القياس على قد السنة بالزبط انا ما بجربهش هو بيكون مكتوب عليه كل البيانات اللي عشان كده بقول قد القياس هو قد القياس على قد القياس بالزبط قدود القياس يعني معناها على قد القياس اللي موجود عندي بالزبط هشوف بتستخدم في ايه بتستخدم لقياس عمق سن اللولب أنا عايز أعرف العمق بتاع السن قد إيه علشان أعرف أشوف لو عندي مسمار هقدر أركب له صمولة بتاعته تنسبه إيه لازم أعرف عمق السن وإحنا قلنا يعني إيه العمق بتاع السن يعني المسافة بين السنة بتاعة الألواز والقاء وكل الوسائل السابقة اللي احنا تكلمنا عنها دي واللي احنا قلناها اللي هي إيه اللي هي قدود القياس واللي هي الأمشاط واللي هي محددات القياس اللي هي سواء السددية أو المحددات اللي أنا بقدر عن طريقها أن أنا إيه سبعد خارجي أو داخلي كل دي سنة أولى حاجات أو أدوات ما بتكونش برضو زيتا دقة عالية قوي فلما يجي بقى أصنع منتج سليم أو منتج كبير أنا عايز مثلا نركبه في آلة كبيرة أو في مكينة كبيرة مش هتنفع معي الأدوات دي ده الأجزاء بتكون كبيرة جدا أنا ممكن يبقى عندي شكل سطواني الكتر بتاعه 60 علشان أبدأ أركب عليه مثلا في مكينة أو آلة فهحتاج أو علشان تديني الدقة الصح عندي جهاز اسمه جهاز الإسقاط الضوئي جهاز الإسقاط الضوئي ده بيديني دقة سليمة جدا عن طريق إيه؟ عن طريق ماكروسكوب بيبدأ يحط التمرين أو بيحط الجزء اللي أنا عايز سواء القطرة أو سواء عمك السنة أو أي نوع من أنواع أي حاجة بتقسلي الألووز ببدأ أن أنا حطه تحت جهاز الإسقاط الضوئي وبيبدأ يكبر لي السن بتاعي الألووز ده حوالي 50 مرة أو 100 مرة أكبر من المقاس بتاعه عن طريق إيه؟ عن طريق الميكروسكوب علشان كده يا سنقولة بيديني كراءة كبيرة جدا بقدر عن طريقها أن أنا أبدأ أحدد السن بتاعي بتاعي الألووز ده القاع كان أو الخطوة كان ببدأ أحدد كل من أول الكتر الخارجي والكتر الداخلي وقاع السنة والكتر الخارجي أو الداخلي بتاع السنة بيديني مقاسات مظبوطة جدا يا سنقولة نشوف كده مع بعض شكل جهاز الإسقاط الضوئي زي ما احنا قلنا بيكبر لي يعني إيه على تكبير صورة الجانبية احنا اتفقنا أن جانبية اللولة بيعني شكله احنا اتفقنا تصنيفه من حيث الجانبية يعني شكله سواء مسلس أو مستدير أو شبه منحرف بوضوح وضقة عالية دي كده شكل لقدود القياس زي ما احنا قلنا هي على قد القياس بالضبط بتشايفين حتى شكل السنة مرسوم ده سنة مسلسة دي كده سنة شبه منحرف هنا كده سن مربع وببدأ أقييس به ده بقى جهاز الإسقاط الضوئي اللي عن طريق جهاز الإسقاط الضوئي بقدر إن أنا أحط التمرين وفيه ميكروسكوب هنا ودي الأشعة بتبدأ تتوجه عليه وبتكبر لي الصورة أو بتكبر لي شكل إيه اللولب مئة مرة أو خمسين مرة ضعف الشكل بتاعه نشوف بقى كده شوية أسئلة أكمل مما يأتي الأسئلة بقى اللي إيه هتجلنا في الامتحان بعض الدول زي إنجلترا والولايات المتحدة وكندا بتستخدم وحدات قياس غير المتر المعيارية سنقوله زي إيه يعني إيه هي أدوات أو إيه هي وحدات وحدات القياس اللي بتستخدمها بعض الدول زي إنجلترا والولايات المتحدة وكندا لو جالي السؤال ده أكمل أقوله إيه بقى أول حاجة البوص دي من وحدات القياس والقدم وكمان الياردة يبقى إنجلترا أو الولايات المتحدة أو كندا بتستخدم وحدات قياس غير المتر المعياري احنا اتفقنا أن المتر المعياري ده أساس في وحدة الأطوال في كل مكان إنما هم ممكن يستخدموا في البلد دي وحدات قياس تانية زي إيه زي البوصة والأدم والياردة كمان من أسئلة أكمل البوصة تساوي كام ملي متر والقدم بيساوي كام بوصة إنما الياردة بتساوي كام قدم مهم جدا يا سنة أولى نعرف المعلومات دي البوصة بتساوي كام ملي متر بتساوي أربعة ملي متر طب الأدم بيساوي كام بوصة بيساوي إتناشر بوصة طب الياردة بتساوي كام أدم بتساوي ثلاثة أدم كمان في قياس للزوايا الذي يتخذ الدرجة كوحدة قياس اللي هو إيه القياس الستيني يبقى يوجد في قياس الزوايا النظام إيه النظام الستيني ده بيتخذ الدرجة كوحدة قياس طيب قياس احنا قلنا كوحدة قياس وهي تساوي جزء من تلتمية وستين جزء من محيط الدايرة يعني احنا عارفين محط الدايرة تلتمية وستين هي بقى بتساوي الدقيقة وتنقسم لستين دقيقة وإحنا عارفين إن الدقيقة بتنقسم لستين سنة يبقى لما يجيلي السؤال ده لازم أقوله إن في قياس الزوايا في النظام الستيني بيتخذ الدرجة كوحدة قياس يبقى الدرجة هي وحدة قياس في النظام الستيني وبتساوي قد ايه الدرجة دي؟ تلتمية وستين جزء من محيط الدايرة وبتنقسم الدرجة لستين دقيقة والدقيقة بتنقسم لستين سنة نشوف كمان من أسئلة أكمل من أنواع أدوات القياس إيه يسا نقولها من أنواع أدوات القياس اللي إحنا خدناها ودرسناها مع بعض إيه هم أدوات القياس؟ نفكر كده شوية واللي بيبدأ يجاوب معايا يجاوب المساطر المدرجة إحنا قلنا من أدوات القياس هي المساطر المدرجة وكمان إيه؟ الأدمة زياد الورانية في أدوات تانية وطبعا الميكرومترات وأوالب القياس يبقى لما يجيلي السؤال يقول لي من أوالب أو من أنواع أدوات القياس المساطر المدرجة الأدمة زياد الورانية الميكرومترات أوالب القياس دي من أنواع أدوات القياس طيب إحنا عندنا نوعين من أنواع القياس إيه هم يسا نقولها؟ برافو عليكم في قياس مباشر اللي عن طريقه بقيس او عن طريق القياس المباشر ده اللي هو المصطرة المدرجة عن طريق المصطرة المدرجة بتديني اياس مباشر طب القياس الغير مباشر عن طريق البراجل يبقى قدر اقول هنا كمان ان من انواع ادوات القياس البراجل برضو اه لو جالي نقطة تانية ممكن اقول ان البراجل من انواع ادوات القياس ولكنها من انواع الادوات الغير مباشر شوف السؤال الجاي مابا يوجد نوعين نكمل السؤال مع بعض يوجد نوعين في نوعين من مصاطر القياس بيصنع الأول من شريط من الصلب بأطوال تبدأ من كام مليمتر لكام مليمتر يسأنا أقول من 150 مليمتر لألف مليمتر أول نوع من أنواع المصاطر بتبدأ قياسها من 150 مليمتر إلى ألف مليمتر ومقسمة إلى سنتيمتر ومليمتر المصاطر متقسمة لسنتيمتر ومليمتر وفي بعض المصاطر بتكون بالبوصة لو أنا عايزة إيس بعد أدق شوية ممكن أستخدم الأنش أو البوصة في قياس أو عن طريق المصطر يبقى النوعين من أنواع المصاطر اللي هو بيقسلي بالسنتيمتر وكمان اللي بيقسلي بالمليمتر نشوف كده السؤال الجاي مع بعض ده كمان شكل ليه مصاطر القياس زي ما احنا شايفين اللي احنا عن طريقها بنقيس القياس المباشر ويصنع النوع التاني احنا اتفقنا أن ده النوع الأولاني من المصاطر طيب أو النوع الأول النوع التاني بقى بيصنع من إيه من عقل خشبية أو معدنية ممكن يتصنع أو يصنع من عقل خشبية أو معدنية طول العقلة بيساوي كام مليمتر بيساوي ميت مليمتر متصلة ببعضها المصاطر المفصلية دي بتكون عبارة عن أجزاء من المصاطر بتكون متصلة ببعضها ليه متصلة ببعضها علشان أقدر أفردها واتنيها عند إجراء عملية القياس طبعا زي ما احنا متفقين إن المصاطر المفصلية دي أنا باستخدمها في القياسات الطويلة اللي طولها بيزيد عن ميت مليمتر يعني لو أنا عندي مصاطر أنا عايزة إيه احنا اتفقنا أن المصاطر العادية في منها تلاتين في منها عشرين في منها خمسين طب لو أنا عندي قياسات أطول يسأنا أقول أستخدم إيه أستخدم المصطرة المفصلية اللي هي ممكن تكون مصنوعة من الخشب أو من المعادن على حسب نوع التصنيع بتاعي نكمل السؤال مع بعض أما الطول الكلي الطول الكلي للمصطرة فيكون عادة متر واحد أو مترين طولها الكلي بيكون نقط أو نقط هي الإجابة متر واحد أو مترين دي كده ببساطة المصاطر المفصلية لازم تساوي طول العقلة أهو ده شكل ليها ده شكل المصاطر المفصلية إيه سنأولى عبارة عن أجزاء من المصاطر بتكون مكونة مع بعض وكلهم بيكونوا بمقاس واحد وده شكل أوضح للمصاطر المفصلية كمان نكمل أسئلة أكمل ما يأتي من أنواع المصاطر الصلب طبعا إحنا خدنا كل المعلومات دي السنة أقولها قبل كده وشرحناها من أنواع المصاطر الصلب ومصطرة إيه دي بتستخدم في قياس الأطوال في الأماكن الديقة يبقى المصطرة اللي إحنا بنتكلم عنها دي بتستخدم في قياس الأطوال في الأماكن الديقة اسمها إيه بقى؟ برافو عليكم اسمها مصطرة صلب رفيعة يبقى المصطرة الصلب الرفيعة باستخدمها في قياس الأماكن الديقة نكمل مع بعض السؤال وتستخدم أيضا في قياس كمان أنا ممكن أستخدم المصطرة الصلب الرفيعة دي في قياس إيه؟ في قياس الأماكن لو في عمق أو في شغلية أنا فيها عمق ممكن أدخل المصطرة الصلب الرفيعة دي وابدأ أن أنا عن طريقها أقيس الأماكن وده شكل لي المصاطر ده على فكرة رسمة الكتاب علشان لو قالك وضح بالرسم برضو من أسئلة أكمل نقط تسمى قدم لأن الجزء المدرج منها طوله قدم واحد إيه هي بقى دي اسمها إيه؟ مصطرة صلب مارينة يعني قدم أو مصطرة أو قدم صلب يبقى لما يجيلي السؤال إيه هي؟ القدم المدرج اسمها مصطرة صلب مارينة أو مصطرة قدم علشان كده بقول إنها اسمها قدم ودي الطول منها أو المقياس منها بيساوي قدم واحد نكمل الأسئلة مع بعض وتصنع من إيه؟ المصطرة دي بتصنع من إيه؟ بحيث يمكن سنيها على الشغلة إحنا قلنا إنها مارينة يبقى بتصنع من إيه؟ سنقول نشوف كده مع بعض هنا بتصنع من صلب الياي يبقى المصطرة المارينة هي تصنع أو الأدم الصلب بتصنع من صلب الياي علشان أقدر إن أنا أستخدمها أو إن أنا ممكن أتنيها على التمرين في عمليات القياز دي بعض أسئلة أكمل كده المهمة اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها علشان ندخل الامتحان وإحنا عارفين مجموعة الأسئلة اللي موجودة عندنا أو اللي هتجن نشوف مع بعض كده كمان السؤال بيقول لي إيه؟ مصطرة صلب نشوف نايسة نقوله مصطرة صلب بحفة ارتكاز بتستخدم في إيه بقى؟ يبقى المصطرة الصلب اللي بحفة ارتكاز باستخدمها في إيه؟ برافو عليكم في قياس أبعاد المشغولات من حفتها طالما قال لي حفة ارتكاز أقول قياس الأبعاد المشغولات من حفتها تثبيت نقاط ارتكاز براجل القياس على تدريج المصطرة يعني المصطرة اللي بحفة ارتكاز دي عبارة عن مصطرة كده وفيه جزء منها هنا كده اسمه حفة الارتكاز بعمل إيه؟ لما باجي أمسك البرجل عشان أقيس بس نتسن البرجل على حفة الارتكاز وابدأ أخذ إيه؟ أخذ البعد من على المصطرة دي كده أنواع أو أسئلة للمساطر اللي موجودة أو أدوات القياس اللي موجودة اللي أنا عن طريقها ممكن أعمل عملية قياس نشوف كمان السؤال ده مع بعض تصنع المصاطر المفصلية بسوا كده سنقوله هنا تصنع المصاطر المفصلية والشرائط من إيه بقاه؟ اللي هي الشرائط المفصلية أو المصاطر المفصلية دي من الألمونيوم أو الصلب أو البلاستيك أو الأقمشة المغلفة بالبلاستيك يبقى لما يجي لي سؤال ممكن يجي لي صح وغلط يقولي تصنع المصاطر المفصلية من إيه؟ من الألمونيوم أو الصلب صح؟ أو من البلاستيك والأقمشة المغلفة بالبلاستيك برضو صح؟ دي المصاطر المفصلية بتصنع من الألمونيوم أو الصلب أو البلاستيك وده شكل للمصاطر المفصلية اللي موجودة عندنا نيجي بقى سؤال ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب لما أركز كويس جدا لما يقولي ضع علامة صح أو خطأ لو قال لي مع التصويب يبقى لازم أكتب تصحيح العبارة أو الخطأ بتاعها إيه؟ لو قال لي ضع علامة صح أو خطأ وخلاص مش مهمة عندي إننا نكتب التصويب يا سنقول نشوف أول سؤال مع بعض صح وغلط؟ يستخدم البرجل العدل في قياس الأكتار الداخلية خلي بالنا صح ولا غلط؟ ها؟ أيوة برافو عليكو يا سنقول غلط طبعا لأنه بيستخدم في رسم الدوائر على المشغولات البرجل العدل بستخدمه في رسم الدوائر على المشغولات مش قياس الأكتار الداخلية وكمان بستخدمه في إيه؟ في نقل العمليات الهندسية يبقى لو جالي في نقل العمليات الهندسية صح لو جالي في رسم الدوائر على المشغولات صح السؤال اللي بعد كده احنا عرفنا إن البرجل العدل ده خلاص بيستخدم في إيه؟ يستخدم برجل القياس الخارجي القروي البرجل القروي بيستخدم في إيه بقى؟ في قياس الأكتار والأعمدة والأبعاد الخارجية صح ولا غالط ايوة برفع عليكم اجابة صحيحة لان البرجل القروي ده انا بستخدمه في قياس الابعاد الخارجي يستخدم برجل القياس الداخلي المقص في رسم المستقيمات خلي بالنا كده ونركز في السؤال طبعا غالط لاني بستخدمه في ايه في قياس الاكتار الداخلية يبقى دي البراجل كل برجل انا بقدر استخدمه في ايه سواء كتر خارجي او بستخدمه او ببدأ ايس بي الاشكال الداخلية يستخدم برجل القياس المزدوج اللي هو بيقس لي ايه سنقولة في الابعاد الخارجية والداخلية هو قال لي مزدوج وقال لي ابعاد خارجية وداخلية يبقى الاجابة ايه سنقولة برفع عليكم يبقى الاجابة صحيحة السؤال اللي بعد كده يستخدم او يستعمل البرجل زوء الجناح الشوكة علشان ارسم المستويات المتوزية للحفات المستقيمة اجابة صحيحة دي البراجل واستخدامات وده كمان شكل لي البرجل وازاي ده البرجل بشوكة اللي انا عن طريقه ممكن اعمل عملية شنقرة وده البرجل القروي اللي بيقس ابعاد خارجية ما هي الشروط الواجب توفرها في معامل القياس قلنا اول شرط من الشروط الواجب توفرها في معامل القياس ان درجة الحرارة داخل المعمل تكون مناسبة للاجهزة اللي موجودة لان الاجهزة بتكون ذات حساسية عالية او ذات دقة عالية فلازم درجة الحرارة تكون مناسبة ايه كمان ان المعمل يكون خالي من الاتربة او من الرطوبة ما يكونش في رطوبة في المعمل او يكون في اتربة وان تكون المعامل معزولة عن الاهتزازات لو ما كان فيه اهتزازات ما ينفعش ان انا حط ادوات او اجهزة القياس داخل المعامل كل دي من الشروط الواجب توفرها داخل معامل القياس ولازم طبعاً الإضاءة تكون كويسة جداً يا سنقول عشان أنا بستخدم أدوات قياس دقيقة فلازم الإضاءة تكون واضحة عندي وتكون قوية علشان أقدر أقيس أو أستخدم أدوات القياس إيه هي وحدات القياس؟ نبص كده مع بعض وحدات القياس الأساسية هي إيه؟ زي ما احنا قلنا دي وحدات متفقة عليها دولية الطول وحدة القياس المتر والرمز بتاعه M لو قال لي وضح الوحدات القياس الأساسية ده سؤال مهم أو ممكن يجيلي في أكمل الكتلة بالكيلو جرام ويعني الرمز بتاعها كيلو جرام الطيار الكهرابي بالأمبير والرمزه إيه؟ درجة الحرارة بالكيلفن والرمز بتاعها كيه؟ دول الوحدات الأساسية للقياس طب لو قال لي بقى إيه هي الوحدات المشتقة في النظام المتري هقول له إيه؟ المساحة اللي هي إيه؟ الوحدة المشتقة وديه الكمية المساحة بالمتر المربع الحجم بالمتر المكعب طب الكسافة بالكيلو جرام لكل متر مكعب القوة بالنويتن السرعة متر لكل ثانية وفيه رمز لكل كمية مقاسة ببدأ عن طريقها أقوم بعملية القياس السؤال وضح بالشرح إيه هي أنظمة القياس؟ إحنا متفقين إن إحنا عندنا في أنظمة القياس ثلاثة أنظمة مهمين يا سنة أولى النظام المتري زي الطول والكتلة والزمن والنظام الستيني ده موجود فين زي ما إحنا قلنا إن الدرجة بتسوي ستين دقيقة أو الدقيقة بتسوي ستين ثانية ده في إيه؟ في الزوايا النظام الدائري وده بيستخدم الرديان كواحدة قياس للزوايا ودي كده هنا أشكال ليه هنا من قياس الطول الطول ممكن إزاي عن طريق المسطرة أو عن طريق الأدمة ذات الورانية أو الماكروميت وممكن إقيس الكتلة عن طريق الميزان اللي أنا بقدر إقيس به الكيلوات والزمن عن طريق الساعة ودي أفسط أدوات القياس وهنا طبعا دي برضو نزاء النظام للقياس الدولي والفرنسي والإنجليزي ودي بعض أدوات القياس زي إيه سنقولة؟ زي الطول زي ما إحنا قلنا والكتلة والزمن دي كلها بعض أدوات للقياس آخر سؤال أعرف عملية القياس عملية القياس هو إيه سنقولة؟ إن أنا بحدد صفة أو قياس معين القياس ده بيكون مجهول ببدأ أحدده برقم عددي الرقم العددي ده يكون ليه مدلول في وحدات القياس يعني إيه بصورة أبسط؟ هو مقرنة كمية مجهولة بأخرى معلومة ببساطة كده ده القياس يبقى إحنا النهاردة خدنا إيه؟ في حلقة النهاردة عملنا مراجعة شاملة على أدوات القياس زي الأدوات القياس إيه؟ المباشرة والغير المباشرة المساطر وقلنا أنواعها واستخدامتها إيه؟ وكمان البراجل وقلنا أنواعها واستخدامتها إيه؟ ونوعنا في الأسئلة أكمل أو صح وغلط وقلنا كمان الأسئلة المقالية اللي هي إشرح بالرسم أو إشرح بس مع التوضيح وخدنا اللوالب وعرفنا إزاي بنصنف الألوزات أو اللوالب عن طريق الشكل أو عن طريق الغرض من استخدامها وقلنا إن في جهاز مهم جداً اسمه جهاز الإسقاط الضوئي وده عن طريقه بيتم تكبير اللولب أو شكل الألوز علشان يديني القياس السليم إحنا كده خلصنا مراجعة لأ لسه إن شاء الله في حلقات باقية هنكمل فيها مراجعة على الأدمة والميكرومتر وأوالب القياس ومبين القياس وبكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت ونذاكر الأسئلة دي أنا عاملالكم يعني المراجعة جزء وجزء علشان نقدر نذاكرها ما تديش المراجعة كلها مع بعض ونلاقي نفسنا تايهين مش عارفين نركز في معلومة وبكده حلقتنا تكون انتهت وإن شاء الله نتقابل في حلقة جاية وإلى اللقاء